عودة من جديد للتطورات الإيرانية ينضم إلينا مرة أخرى من واشنطن المختص في الشان الإيراني حسن هاشميان أرجو سيد حسن أن تكون تسمعوني الآن بوضع الأوروبيون، الكونغرس الأمريكي، أيضا فريق ترامب الرئاسي جميعهم متفقون على محاسبة طهران عن القمع والتعذيب يعني برأيك أي أفاق يمكن أن يفتح هذا الدعم العالمي للمحتجين رغم محاولة طهران الترويج خلال الأيام الماضية لأن هذه الاحتجاجات قد انتهت فعليا يعني النظام الولي الفقيه أراد من خلال الكلام المحسول الذي يقدمه حسن روحاني إلى العالم أراد أن يخفي هذه البشاعة الموجودة حول غمع المحتجين وقتلهم في السجون أو اعدامهم في السجون وتعذيبهم لذلك أنا أعتقد الأوروبيين والولايات المتحدة أعرفت هذه الغضية والآن تركز على هذا الموضوع الدول الأوروبية طلبت محمد جواد ضريف لتقديم توضيحات حول هذا الموضوع أيضا الولايات المتحدة في الأيام القادمة ستتحرك وستفرض عقوبات خاصة يتعلق بهذا الموضوع وتعذيب المحتجين وغمع المحتجين وخاصة في مركز هذه العقوبات ستكون مركز الإداعة والتلفزيون الإيراني الذي كان له دور أساسي في غمع الاحتجاجات ومواجهة مطالب الشعب هذه ستضاف إلى كل العقوبات التي نعرفها أعتقد أن إذا حسن روحاني أراد أن يعطي صورة وردية لنظامه في ظل هذه المواجهات في الشارع والاعتقالات التي وصلت إلى أكثر من خمس تلاف شخص هو فشل الآن والولايات المتحدة ستدخل عقوبات والاتحاد الأوروبي أيضا يتوجه لهذا الأساس نعم أنا أنتظر حتى تسمعني سيد حسن أنتظر حتى تسمعني يعني في ظل نعم أنا أنا أسمعك نعم إضراب الآن إضراب موظفي محطات الوقود في أصفهان هل نتوقع انتشارا لمثل هذه الإضرابات عن العمل في عموم إيران بعد قمع كل من ينزل ويحتج في الشارع وما هي خيارات الحكومة الإيرانية للتعامل مع هذه الظاهرة في ظل الانشقاقات التي تعصف بقوات الباسيج يعني الشعب الإيراني إذا تتيح له أي فرصة سينزل للشارع وسيحتاج على نظام الولي الفغيه نظام فاسد نظام قاتل ونظام غير شرعي لذلك هناك موضوع الاسترابات موجود في كل أنحاء إيران الاسترابات بين المعلمين بين محطات الوقود بين غطاعات مختلفة الشعب الإيراني أي فرجة يحصل عليها للاحتجاز شسيات خلبية وتعرفون أن النظام الملالي نزل أكثر من 700 ألف من قواته الغمعية من ميليشيا الحراس من الباسيج في 90 مدينة لقمع هذه الانتفاضة لذلك هو حول الشوارع الإيرانية إلى ثكنات عسكرية من هذا المنطلق أنا أعتقد أي تراجع في هذا الحشد العسكري الغمعي الموجود في الشوارع سنشهد هناك إعادة المظاهرات تعرفون الآن الإنترنت مقطوع في إيران شبكات الاجتماعية مثل التليجرام وغير التليجرام مغلوغة الآن في إيران في حال إعادة هذه الشبكات في حال إعادة الإنترنت الشعب الإيراني سينزل إلى الشارع وهنا مسألة جدا مهمة على الدول التي تريد تساعد الشعب الإيراني خاصة الولايات المتحدة عليها إيصال الإنترنت إلى الشعب الإيراني الشعب الإيراني من خلال الإنترنت ومن خلال الشبكات الاجتماعية يستطيع أن يحصل غيادة وينسق بعضا مع بعض ويدخل إلى الشارع لذلك هذه أمور جدا حساسة النظام الإيراني أول شيء يعمل عليه غطع الإنترنت شكرا لك من واشنطن المختص في الشأن الإيراني حسن هاشميان حدثنا عبر الأقمار الصناعية